لسه مع منتخب مصر راتب أيبان عبدالعزيز المدرب المساعد الجديد لمنتخب مصر عمل شوية لغط في اتحاد الكورة فيه ناس تقولك لا من حقه ياخد راتب فيه ناس تقولك لا يلا يشتغل تطوعي خاصة ان فيتوريا قال ان اللي هيجي مساعد معايا مصري هيبقى جاي يتعلم وجاي يشوف احنا منعمل ايه فهو مش هيبقى عنده مهام وظيفية كبيرة عموما الرأي الغالب في اتحاد الكورة الوقتي وده الرأي الصحيح من وجهة نظري ان هم يحطوا راتب للكابتن أيمن عبدالعزيز يتروح من 15 الى 20 الف جنيه هتقولي ليه رأي صحيح ما هو ممكن ما يكونش فاعل له ادوار كثيرة في الشغل بس ما هو راجل هيبقى سايب شغل تاني يعني هو راجل مدرب عنده فرق يدربها وعنده شغل وعنده مفوض راتب شهر يقدم شياد مع منتخب مصر الفترة ديت ببلاش خاصة ان هو اكيد مش هيعرف يشتغل حاجة تانية فلازم يكون فيه مقابل مادي له أيمن عبدالعزيز ده من تختار تحد وهيسيم شغله او مش هيشتغل في مكان تاني طبيعا ياخد مقابل هذا العمل مع منتخب مصر حتى لو ما فيش مهام وظيفية واضحة او كبيرة مع المنتخب او مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر طيب